طلاب وطالبات الصف السادس أهلا بيكم في حلقة جديدة ومدة الدرسات الاجتماعية قسم التاريخ موضوع درسينا النهاردة بيتكلم عن محمد علي وبناء الدولة الحديثة أو بناء مصر الحديثة إحنا كنا خدنا الدرس اللي فاتت إن زي محمد علي تولى وزي تم عزل خرشد وبعد كده الصعوبات اللي وجهت محمد علي حملة فريزر تخلص من الزعامة الشعبية وتخلص من المماليك في مسبحة القلعة 1811 النهاردة هناخد بقى محمد علي بعد لما تخلص من المماليك ومن الزعامة الشعبية ابتدى يبني مصر إزاي هنلاقي إن محمد علي أول ما بدأ يبني مصر ابتدى بالنظام الإداري وده علشان يسيطر على البلاد بشكل كامل فهنلاقي إن هو أسم البلاد بتاعتنا إلى سبع مدريات أسم مصر إلى كام مدرية سبع مدريات طيب وبعد لما أسمى سبع مدريات خلى لكل مدرية عدد من المراكز والمراكز إلى أقسام والأقسام إلى قرى يبقى هنا محمد علي أسم مصر كام مدرية سبع مدريات كل مدرية بتحتوي على مراكز والمراكز إلى أقسام والأقسام إلى قرى طيب بالإضافة لكده محمد علي خلى حاجة اسمها الحكومة المركزية والحكومة المركزية دي مقصود بها هي السلطة اللي بتصدر الأوامر للنظام الإداري كله ومقرها كان فين كان القاهرة طيب بالإضافة إلى كده هنلاقي أن محمد علي عمل لنا زي دواوين ومجالس الدواوين والمجالس دي مهمتها أن هي تساعد محمد علي في إدارة شؤون البلاد يبقى هنراجع تاني جده النظام الإداري اللي هو عمله محمد علي عمل نظام إداري علشان يسيطر على البلاد فأسم المصر إلى سبع مدريات وكل مدرية إلى مراكز والمراكز لأقسام ثم إلى قرى وعمل حاجة اسمها الحكومة المركزية مقرها فين؟ القاهرة زي ما احنا شايفين على الشاشة ومهمتها إصدار الأوامر للنظام الإداري كله طيب السؤال اللي جاي ده سؤال مهم جدا بيقول أن أنشأ محمد علي عدد من المجالس والدواوين زي ايه؟ زي الديوان العالي الديوان العالي دوت مهمته ايه؟ أنه هو يساعد محمد علي في شؤون الحكم تاني حاجة هناخدها دلوقتي هي السياسة الاقتصادية السياسة الاقتصادية لمحمد علي قامت على نظام اسمه نظام الاحتكار وهو إشراف الدولة على مصادر الاقتصاد المصري يبقى تاني قامت سياسة محمد علي على نظام اسمه نظام ايه؟ نظام الاحتكار ويعني ايه الاحتكار هو اشراف الدولة على مصادر الاقتصاد المصري طيب اقتصاد يعني زراعة واصناعة وتجارة عايزين نعرف محمد علي ازاي اهتم بالزراعة محمد علي كان عاوز يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر عشان يقدر يكون القرار السياسي بتاعه قرار مستقل يحقق الاستقلال السياسي لمصر فبدأ في الزراعة بان هو يحط او يهتم بزراعة اشجار اسمها اشجار القطن ادخل انواع جديدة من القطن نافذ به الاسواق العالمية كمان محمد علي اهتم بغرس اشجار التوت وده عشان تربية دودة الاز دودة الاز هي الدودة اللي بتدينا الحرير فمحمد علي كان عاوز ان هو يخلي كل انواع الملابس او كل انواع الغاز المتوفرة زي الحرير زي القطن فاهتم بزراعة القطن ونافس به كمان على فيه الاسواق العالمية وكمان اهتم بزراعة اشجار التوت علشان يربي دودة الاز اللي بتنتج الحرير كمان اهتم محمد علي ببعض زراعة الاشجار زي اشجار ايه زي اشجار الزيتون والقصب الى جانب الخضروات والفواكه والنخيل والحبوب الغذائية كمان محمد علي قبل ما يزرع كان لازم يهتم بمشاريع الري وده سؤال مهم جدا وممكن نيجي في اكمل او اختار من اهم مشاريع الري اللي عملها محمد علي هو مشروع ترعة المحمودية شق ترعة المحمودية ويه بنى الجسور وعمل لنا القناطر الخيرية يبقى ممكن تيجي كمان برضو في من هو ويقول انشأ القناطر الخيرية هيكون هو مين هو محمد علي يبقى اذا محمد علي تاني المشاريع الري اللي هو عملها عمل ايه بنى الجسور تمام عمل ايه كمان شطار بنى القناطر الخيرية وعمل ايه ترعة مهمة جدا هي ترعة الايه المحمودية شايفينهم على الشاشة قدامنا يريد نكون بنسجلهم علشان ما ننسهمش الحاجات دي هي مشاريع الراي اللي عملها مين محمد علي طيب هناخد بعد كده حاجة اسمها العمارة والعمران العمارة والعمران مقصود بي الحاجات اللي عملها محمد علي محمد علي عمل لنا اهتم جدا بالعمارة والعمران علشان يخلي الكرة والمدن بتاعتنا شكلها جميل فده بيظهر في قصر شكله جميل جدا هو اسمه قصر الجوهرة وكمان عمل لنا اه مسجد اسمه مسجد محمد علي وكمان عمل لنا اه غير مسجد محمد علي اه عمل لنا اه حاجة اسمها الدفتر خانة اه اللي هو ضر المحفوظات حاليا تمام طيب يبقى انا كده هوت عندي اه فيه صورة قدامنا على الشاشة تعالوا نشوفها مع بعض دي صورة القناطر الايه الخيرية دي صورة القناطر الايه الخيرية اللي عملها محمد علي من احدى مشاريع الري واتكلمنا عن العمارة والعمران هنجي نفكركم تاني كده بسرعة ونراجع على الحياة الاقتصادية اللي احنا شفنا فيها الصورة بتاعت القناطر الخيرية هنلاقي ان محمد علي اهتم بالزراعة وكمان اهتم بالصناعة بتاعتنا فهنلاقي ان هو ربط الصناعة بان هو يسد احتياجات الجيش من الملابس من الاسلحة فهنلاقي ان هو بنى عدة مصانع زي مصنع الاسلحة زي مصنع السكر في الوجه القبلي زي مصنع الغزل والنسيج ومصنع الملابس يفرق مصنع الغزل والنسيج عن الملابس ان ده خيوط اما ده بيكون ملابس بقى جهزة للجيش عشان يسد احتياجات الجيش السؤال قدامنا على الشاشة مهم جدا عشان بيقول اقام محمد علي العديد من المصانع عشان يعمل ايه عشان يسد احتياجات الجيش من الملابس والاسلحة وده بيقوم بالمصانع اللي انشأها هنلاقيها مصنع الغزل والنسيج مصنع السكر مصنع الملابس كل دي مصانع هنلاقيها محمد علي عملها طبعا لما الزراعة والصناعة الاتنين يزدهروا ده هيترتب عليه ازدهار التجارة وهيجي لنا سؤال مهم بيقول ازدهار التجارة او ممكن سؤال تاني يقول اصبحت مصر مركز تجاري هام في عهد محمد علي يبقى هنا ممكن يجي لنا السؤال ده بطرقتين ازدهار التجارة في عهد محمد علي او يجي لنا ان اصبحت مصر مركز تجاري هام في عهد محمد علي بما تفسر ازدهار التجارة في عهد محمد علي هنلاقي ان اصبحت مصر مركز تجاري هام وده عشان ازدهار الزراعة وازدهار الصناعة في عهد محمد علي بالاضافة الى الاستقرار الداخلي اللي تمتعت به مصر في عهد محمد علي هنا لازم نأكد على اهمية توافر الامن علشان تقدم البلاد وازدهار جميع نواحي الحياة سواء في الزراعة والصناعة والتجار نرجع تاني على حركة العمارة والعمران وهنلاقيها ان هي كانت بهدف تنمية المدن والقرة ومحمد علي انشأ عدد من القصور والمساجد زي قصر الجوهرة ومسجد محمد علي والدفتر خانة وعندنا القصر هوت ده قصر محمد علي شايفين معماره شكله الغريب ده جميل جدا من الداخل اجمل واجمل وشايفين المساحات القضرة اللي مابودة في القصر والسلالم اللي بتؤدي الى القصر قصر فيه منتهى الجمال وبيدل على تقدم العمارة والعمران في عهد من محمد علي طيب نبتدي في حاجة تانية وهي التعليم والثقافة في عهد محمد علي هنلاقي ان محمد علي اهتم جدا 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 بالتعليم والثقافة في عهده طيب الراجل دوت لازم ان لازم يكون فيه تعليم ويكون فيه ثقافة متوفرة فيه الشعب عشان يحقق التقدم والازدهار في مصر لان النقل اللي اجلت اللي طالعه هي اللي هتمسك شؤون البلاد فلازم ان يكون فيه تعليم وثقافة عالية هنلاقي محمد علي انشأ العديد من المدارس الابتدائية اللي احنا فيها دلوقتي في المرحلة اللي احنا فيها كمان انشأ مدارس اسمها التجهيزية وجاي من اسمها بجهزك بجهزك لايه بجهزك للمدارس العليا اللي هي الكليات يبقى المدارس التجهيزية بتقابل ايه حاليا هي المدارس السنوية المدارس الايه السنوية أنشأ كمان مدارس العليا اللي هي المدارس الحديثة اللي هي الكليات حاليا زي عندنا مثلا الصيدلة عندنا الطب البشري عندنا الطب البطري مهندس خانة كل دي مدارس عليا أو كليات أنشأها محمد علي عشان يحقق نهضة في التعليم والثقافة في مصر كمان اهتمى بحرقة الترجمة أرسل البعثات إلى الخارج وخاصة دولة فرنسا فاكرين لما قلت أن محمد علي كان عايز يبني مصر على بنصق الأوروبي وخاصة الفرنسي يبقى هي من هنا نقدر أن نربط الحضارة اللي كان عايز يعملها محمد علي في مصر والتعليم أنه هو أرسل البعثات إلى الخارج إلى دولة مين إلى دولة فرنسا كمان محمد علي أنشأ المطبع الأميرية اللي بتطبع لنا الكتب بتاعتنا كمان عمل أو أصدر جريدة الوقائع المصرية وهنا برضو ده سؤال مهم جدا من هو قام بإصدار جريدة الوقائع المصرية هو مين؟ هو برضو محمد علي يا محمد علي لحد دلوقتي عملين حياة كثير جدا عايزين نبقى كده مسجلين كده ورقة كده مكتوب فيها أعمال محمد علي ونسجل أعماله كلها أنشأ قناة الخيرية قصر الجوهرة أرسل بعثات إلى دولة فرنسا عمل لنا الدفتر خانة أو در المحفوظات حاليا عمل كمان برضو جريدة الوقائع المصرية كل دي حاجات محمد علي عملها طيب غير بعد كده التعليم والثقافة اللي اصداروا في عهد محمد علي هنلاقي أن محمد علي كمان اهتم بالجيش والأسطول الأسطول اللي هو طبعا البحرية عندنا عارفين أن مصر بتطل على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فقام محمد علي بإنشاء أسطول بحري قوي وأنشأ كمان ترسانة لصناعة الصفن في الأسكندرية لأن الترسانة هي العبارة عن مصنع بيصنع الصفن علشان الأسطول الحربي كمان اهتم محمد علي بالجيش من ناحية البر فهنلاقي أنه هو أنشأ المدارس الحربية زي مدرسة المشاه زي مدرسة الفرسان زي مدرسة المدفعية كل دي مدارس خاصة بالجيش وزود الجيش بأحدث الأسلحة وعشان كده كمان عمل إيه عشان كده هو تعمل لنا مصنع الأسلحة عشان ينتج السلاح بنفسه وأنه هو يكون الجيش جيش قوي ومدرب ومزود بأحدث الأسلحة طيب اللي جاي ده صورة عايزين نبص عليها أو خريطة عايزين نبص عليها كويس قوي عايزين نتعالوا نبص عليها عشان كده مع بعض هنلاقي أن شايفين الأخذ المساحة الخضرة دي المساحة الخضرة دي دي مساحة مصر في عهد محمد علي الفتحات اللي محمد علي عملها وضمها لحكم مصر شايفين عندنا جزء كبير جدا 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 من شبه الجزيرة العربية بلاد الشام السودان جزء كمان من أوروبا الشرقية اللي هي بلاد المورة اللي هي اليونان حاليا يبقى محمد علي ضم لحكمه لما الجيش بقى قوي ومزود بأحدث الأسلحة عمل ايه ضم للحكم بتاعه بلاد الشام نحفظهم مع بعض وي السودان وشبه الجزيرة العربية وبلاد المورة اللي هي اليونان حاليا تمام طيب الحاجات دي جت اسمها سياسة محمد علي الخارجية سياسة محمد علي الخارجية كان بيضم لي خضب الكثير من الحروب عشان يضم أراضي لحكم مصر وانا قلتهم دلوقتي هقولهم مرة كمان ايه هم هم أربع حاجات السودان وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية أو بلاد الحجاز وكمان المورة اللي هي اليونان حاليا تمام طيب لما محمد علي قام بكل الفتحات دي هيكون موقف الدول الأوروبية ايه لأ هيترتب على ده الاستضام بالدول الأوروبية خاصة مين انجلترا وفرنسا اللي عندهم اطمع في الاحتلال او السيطرة على مصر فهنلاقيهم ان هم اجتمعوا في لندن وعملوا معاهدة سميت بمعاهدة لندن الف تمنمية واربعين يبقى ليه معاهدة لندن سميت بهذا الاسم علشان اصلا اتعقدت فين تم عقدها في لندن سنة كام الف تمنمية واربعين نحفظ الطريق ده كويس جدا ويجي السؤال هنا برضو سؤال مهم يقول بما تفسر سياسة محمد علي الخارجية السؤال بشكل تاني يقول ايه النتائج المترطبة على ضم محمد علي بلاد الشام والحجاز او شبج زيلة العربية والسودان وبلاد المورة الى حكم مصر هيبقى الاستضام بالدول الاوروبية خاصة نقط ونقط انجلترا وفرنسا وفرد معاهدة لندن الف تمنمية واربعين على محمد علي اللي اضطر محمد علي الى قبولها وتنفيذ شروطها تعالوا بقى نعرف ايه هي الشروط بتاعة المعاهدة دي شروط معاهدة لندن الف تمنمية واربعين اه شروط معاهدة لندن الف تمنمية واربعين هنلاكي هنلاكي انه هو سبت محمد علي في حكم مصر سبت محمد علي في حكم مصر ومحمد علي اعلن خضوعه للسلطان العثماني ورد الى السلطان العثماني بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية تاني هقولهم تاني ايه هي الشروط اللي عملها محمد علي علشان او ايه هي الشروط معاهدة لندن 1840 هي تثبيت محمد علي على حكم مصر شايفينهم على الشاشة طيب واعادة بلاد الشام والجزيرة العربية الى السلطان العثماني كمان ثبت محمد علي على حكم مصر طيب احنا هنا ممكن نستنتج ان العلاقة بالسلطان العثماني كانت كويسة ولا كانت فيها قلق وتوتر اكيد فيها قلق وتوتر بدأ محمد علي من هنا ان هو يحسن علاقته بالسلطان العثماني فهنلاقي ان هو بتدى يرسل الاموال والهدايا الى السلطان العثماني علشان يستميله الى نفسه فترتب على ده ان محمد علي قدر انه ياخد من السلطان العثماني فرمان فرمان يعني قرار فرمان يعني ايه قرار في العام اللي بعده مباشرة بعد المعاهدة بعام واحد هو عام ايه الف تمنمية واحد واربعين اصدر الفرمان ده وهنا خلى حكم مصر اه كم خلى حكم خلى طيب خلى حكم مصر ايه خلى حكم مصر وراسي هناخد اتصال اه من اه من اه من محمد من سهاج ونرجع نكمل الدرس بتاعنا ايوة محمد اهلا بيك بما تفسر اصدهار التجارة في عهد محمد علي التجارة اصدهرت في محمد في عهد محمد علي عشان اصدهار الزراعة والصناعة بالاضافة للاستقرار اللي شاهدته مصر في عهد محمد علي اي سؤال تاني حبيب محمد معايا ايوة اه عرفت اجابة السؤال ايوة طيح باسألك انا سؤال ايوة مت اسألك في الدرس ده ولا اسألك في الدرس اللي فات ايوة نعم اسألك في الدرس ده ايوة طيب هقولك سؤال بسيط اوي هقولك سؤال بسيط اوي اه ايه النتائج لترطبط على سياسة محمد علي الخارجية انت لسه معايا محمد ايوه ها عارف السؤال ولا قولك سؤال تاني ولا ساعدك في الاجابة اه بسأل 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 التوسيعية وفرض معادة لندن تمام يبقى كده هو الاجابة هتكون فرض معاهدة لندن عم كام الف تمنمية واربعين تمام شكرا لك يا محمد اوي تابعنا ومستنين اتصالاتك واتصال كل الطلاب من جميع نواحي مصر وخارج مصر كمان شكرا يا محمد نرجع تاني للدرس بتاعنا قبل محمد كان يتصل بنا وكنا بنقول ان محمد علي تدى يستميل السلطان العثماني علشان ويسترضيه علشان يصدر قرار السلطان العثماني بان يجعل حكم مصر وراسي لأكبر ابناء قسرة محمد علي الى جانب دولة السودان السؤال هنشوفه مرة تانية على الشاشة عندنا بيقول ايه السؤال بيقول ما النتائج المترتبة على فرمان يونيو الف تمنمية واربعين ده الفرمان او القرار اللي اصدره محمد علي اللي اصدره السلطان العثماني لصالح محمد علي هنقول ايه اصبح حكم مصر وراسيا لأكبر ابناء قسرة محمد علي الى جانب حكم السودان طيب محمد علي بعد لما توفى في الف تمنمية تمانية واربعين الف تمنمية تمانية واربعين كان فيه خلفاء لمحمد علي وطبعا كانوا من قسرة محمد علي اكبر ابناء قسرة محمد علي هنلاقي اول واحد عندنا هيكون ابراهيم ثم عباس ابراهيم ده كان ابن محمد علي اللي تعقب الناجين من الممليك في مصباحة القلعة وتولى عدة اشهر ثم توفى ثم بعضية عندنا عباس الاول وده كان حفيد محمد علي ويتولى الحكم في الف تمنمية تمانية واربعين في نفس العام لان ابراهيم توفى في نفس العام اللي تولى فيه ابي ثم بعد عباس الاول جه محمد سعيد وده هنا عمل حاجة مهمة جدا انه هو اعطى امتياز حفر قناة السويس الى مين الى المهندس الفرنسي فرنالد ديليسيبس وده هنا واطف القرنة بالنتائج العلمية وهي دراسة مشروع توصيل البحر الاحمر والبحر المتوسط ايام لما اخدنا الحاملة الفرنسية بعد محمد سعيد جه الخداوي اسماعيل والراجل ده عمل نهضة حقيقية في مصر واهتم بجميع النواحي في مصر وكمان عمل امبراطورية وصلت لحد مدرية خط الاستوان وترتب على ده انزعاج الدول الاوروبية وخاصة انجلترا اللي ضغطت على السلطان العثماني علشان يعزل اسماعيل ويعين مكانه ابنه توفي تمام طيب هيزهرنا دلوقتي السؤال على الشاشة تاني بتاع اسماعيل بيقول ايه السؤال من نتائج المترتبة على نجاح الخداوي اسماعيل في تكوين امبراطورية مصرية امتدت الى مدرية خط الاستواء مدرية خط الاستواء قامت انجلترا بالضغط على السلطان العثماني لعزل الخداوي اسماعيل وتولية ابنه مين ابنه توفي الكلام ده عام كام الف تمنمية تسعة وسبعين بكده عزائي الطلاب المنهج بتاعنا في قسم التاريخ انتهى وخلص احب اقول لكم كل سنة وانتو طيبين وان شاء الله هنبتدي حلقات مراجعة في القسم الخاص بالتاريخ وثم المنهج كله نبتدي بقى اللي مذاكرش يلحق نفسه يبتدي يزاكر ويحل اسئلة كتير وامتحانات كتير علشان خلاص الامتحانات على الابواب تمنياتي لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق وان شاء الله تكون الحلقة عجبتكو وتكونوا فهمتوا الدرس هنخرج لفاصل ونرجع لكم مرة تانية دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته